وإحنا دلوقتي وإحنا عادين يعني جلنا كلام عن كنيسة موجودة في بني سويف وللأسف الشديد وده أنا قلت مبارح في لقاء آخر إن يا جماعة لو حنعمل حظر تجول يعني نعمله صح يا ما يتعملش ليه يعني نعمله صح يا ما يتعملش لأن أي خرق لحظر التجول واستهانة بهذا الحظر تمثل أرضية للطرف الآخر أو للإخوان المسلمين وكأنهم بيستهينوا أمام الشعب بقدرة الجيش وقدرة الشرطة على حفظ الأمن في البلاد فده حيرجعنا لوقت تاني كنا بنقول فيه فين الشرطة فكان الله فعون الشرطة اللي عملها بيتقتل ولادها سواء أثناء الفضة أو سواء وما عادين في أقسام الشرطة بتاعتهم وبيواجهوا العديد من المخاطر الإرهابية لكن في نفس الوقت إحنا بعتذر أستاذ محمد إحنا حاليا بس بنتابع على الهواء مباشرة أصور خاصة للحياة الآن أثناء عملية إطفاء النيران اللي تم إشعلها في مبنى محافظة الجيزة بعد مقام أعضاء الإخوان بإشعال النيران في المبنى وطبعا ذلك عقب اقتحامه دلوقتي بنتابع جهود قوات الدفاع المدني اللي بتحاول السيطرة على الحريق وإخماد النيران اللي أشعلها أعضاء الإخوان بديوان عام محافظة الجيزة أنا بس أعيز أقولك أن لا يستطيع الإخوان أن هما يقولوا أن اللي بيعمل ده أو اللي حرق المحافظة دي أو اللي حرق الكنيسة هوما الطرف التالت إحنا خلاص عارفين مين اللي بيحرق دلوقتي ومين اللي بيعمل دلوقتي وللأسف الشديد اللي الإخوان مش فاهمينه حاجتين الحاجة الأولينية أن هما تقريبا كده بما يفعلوه من غباء سياسي منقطع النظير حيحزبوا على المشاريع بتاعت السنتين اللي فاتوا يعني أي حاجة حيتم إلصاقها بيهم لأن هما للأسف الشديد لم يتعاملوا بحكمة أو بتغليب لمصلحة هذا البلد والحاجة التانية أن هما للأسف الشديد برضو بيرجعونا لوقت عصيب وفترة سوداء من فترات مصر للأسف الشديد إحنا لا نريد أن تعود مرة أخرى الفترة اللي كان الأمن فيها بيشتبه في كل صاحب لحيا وبيشتبه فيها في كل الإخوان المسلمين والناس بتدعمل معهم أن هما إرهابيين وأن هما محظورين وأن هما كل الكلام ده للأسف الشديد سيكون رد فعل للأسف على ما يفعله الإخوان الآن وأنا بقول دوت وأنا يعني الواحد قلبه بيتقطع زي ما بيقوله يعني على ما بيحصل ده يعني إذا كانوا هما بيعملوا دوت بالطريقة دي في هذا التوقيت تحديدا وبيحاولوا إحراق مصر فأنا بقولهم أن أحب فيه رد فعل ورد فعل ده لا قبل لهم به أنا ذكر إحراق مصر في تصريح متداول للقياد الإخواني المنشق طبعا عن جماعة الإخوان المحامي ثروة الخرباوي بيقول فيه أن الجماعة ستسعى خلال الساعات المقبلة لتنفيذ الخطة به على حد وصفه أو تعبيره واللي من خلالها هيقوم الإخوان المسلمين بمزيد من محاولات الاعتداء على الكنائس فضلا عن حدوث سرقات عدة من شركات الصرافة ومحال الذهب وأشار الخرباوي في تصريحات إلى أن الخطة ألف كما وصفها فشلت فعليا بعدما حاولوا الاعتصام في أماكن عدة لحدوث عملية بلبلة في الشارع أو إحداث عملية بلبلة في الشارع ونشر الفوضى لكن الشرطة تعاملت معهم بحرفية فبالفعل واضح أن احنا أمام سيناريو بيتطلب المزيد من التواجد الشرطي والتواجد الأمني وإلا هنروح إلى فين؟ مبارح كان تصريح لوزارة الداخلية قالت فيه أن هما رصدوا العديد من الاتصالات لقيادين في جماعة الإخوان المسلمين بيدوا تكلفات بحرق مصر والتصريح دو كان تصريح رسم طيب أنا بسأل إذا كان هذا الرصد حصل وحدث لهذه المكالمات فبالتأكيد حدث رصد لأماكن هذه المكالمات وبالتأكيد حدث رصد لأماكن اختباء هذه القيادات وأنا أظن أن الإخوان المسلمين جماعة بالعقل يعني يسيرها مكتب الإرشاد فقط فإن تم تفوير كده زي ما بقوله كده تفوير مكتب الإرشاد ومجابهة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بمنتهى القوة عن طريق المخططات بتاعته وأنها قطع المخططات بتاعته وإفساد المخططات بتاعته أنا أعتقد أن حالة الفوضى اللي حتحصل حيبقى سهل مجابهتها إنما اللي بيحصل دلوقتي إيه؟ إن العديد من الخطط بتتم لأن الناس ذات لسه ما تمسكتش رؤوس الأفعة لسه ما تمسكوش الناس المخططين للإخوان المسلمين لسه ما تمسكوش وللأسف الشديد ده إنما حصلش خلال اليومين ثلاثة جايين أنا أعتقد أن الوضع سيسوق أكثر لكن على أي حال من الأحوال أنا أتمنى أن من دلوقتي عندنا ما نسميه في علم إدارة الأزمات توقع الأزمة قبل حدوثها من الآن يجب أن نتوقع أن الجمعة الجاية هيبقى فيه حاجة الجمعة أنه بكرة الجمعة أنه بكرة يعني لازم نحن نبقى متوقعين أن الجمعة هيبقى فيه حاجة ولازم نحن نبقى متوقعين مش بس الجمعة دي أن كل جمعة هيبقى فيه حاجة ولازم نحن نبقى متوقعين أن أقسام الشرطة أصبحت مستهدفة ولازم نبقى رصدين الميادين اللي بيحصل فيها كده ولازم نبقى رصدين على تويتر وعلى شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الأسماء والوجوه المعروفة بانتماءها للإخوان المسلمين في عدد من المحافظات المصرية اللي بيكتبوا تغريدات تبدو للجميع وكأنها إشارات بالهجوم وتبدو للجميع وكأنها تحريضات مباشرة وده موجود في أكتر من مكان موجود في محافظات الصعيد موجود في محافظات الواجه البحري موجود في المحافظات الحدودية زي مرسى مطروح وزي سينة نعم واضح يعني أستاذ محمد أن في عدد من الأمور اللي بتحدث في محافظات مصر المختلفة ولابد من مواجهتها بكل حزم وحزم وآخر الأمور طبعا اللي قلناها وطالبنا مناشدة فيها في بني سويف وهي أنه بيتم مهاجمة كنيسة الوسطى ببني سويف وده بزجاجات الملطوف والحجارة ولابد من يعني تواجد أمني في هذه المنطقة